أين حاجة عايز أتكلم أحضراتكم فيها إحنا هنا في قناة نادل أهلي أو أنا عن نفسي أنا عن نفسي مش إعلامي في قناة نادل أهلي أنا واحد محب وعاشق لنادل أهلي واحد من جمهور نادل أهلي فمش هتلاقوني إعلامي بالدرجة اللي أنتوا بتشوفوها ممكن تشوفوني في قناة تانية ولده عمري ما يحصل إلا لو الناس هنا أقولوا لي شكرا عمري ما أفكر أنا أبعد عن قناة نادل أهلي ممكن تشوفوني إعلامي في أي قناة تانية إعلامي بالمعنى الإعلامي الحمد لله إحنا معنا كل حاجة تأهلنا أن إحنا بأعلامين لكن هنا جمهور واحد من الجمهور واحد من العشاء واحد من عنصري النادي الأهلي في أي مكان حبنا للنادي الأهلي قلتلك قبل كده أبقرارك حب عنصري اللي هو مش إعلامي مش هجيب حد يتكلم عن نادي الأهلي كلام مش عجبني وهسكت لكن بره لا هتكلم يعني الضيف هيتكلم هياخد حريته خالص لكن هنا فقال بنادي الأهلي استحالة هتشوفوا الكلام ده من أي حد مش من أنا بس استحالة يعني أنا كنت بجيب قبل كده الكابتن نعودة واقعد أتخانق معاه على الهواء وحتى لو الكرة مثلا مش ضربة جزاء لا أنا شايفها ضربة جزاء دي الأهلوية أنا شايف الكرة فاول لا مش فاول أنا شايفها فاول لا مش ضربة أنا شايفها ضربة جزاء أنا شايف الحكم كان جايح علينا حتى لو الحكم ما جاش علينا هي دي الأهلوية فأنتوا تشوفوني إعلامي لا مش هتشوفوني إعلامي بالمعنى الإعلامي هتشوفوني هنا واحد بيدافع عن نادي الأهلي زي ما احنا كنا متعودين كأسرة نادي أهلي وكعائلة نادي الأهلي لكن عمرنا ما هنروح لشكل تاني نحافظين على شكلنا في كل حاجة للمرة المليون احنا لشكلنا زي ما هو إن شاء الله وهيبقى زي ما هو الشكل اللي حضراتكو عارفينه بحترم كل الناس اللي اتصلوا بي مبارح وقالوا لي مش عايزين نروح لشكلنا عشان كده حبيت أقول له حضراتكو ووضح لحضراتكو أنا كنت بتكلم في إيه وعمرنا ما نروح للشكل التاني